اشتركوا في القناة الدفاع عن من يثبتون الشيء ونقيضه داعية لصالح من يفرغون النصوص من معانيها قال أن ابن العطار يثبت العلو لكنه يثبت نقيضه فينفي الجهة والحد عن الله من أثبت شيئا فلا يثبت نقيضه من أثبت لا إله إلا الله فلا يشرك مع الله وإلا اعتبر نافيا للا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يعتبر إيمانه ومن أثبت العلو وأثبت نقيضه يكون نافيا للعلو الأشاعرات يثبتون الشيء الموافق للسلف وينقضونه في موطن آخر انظر هنا في كتابه الأتقاد الخالص صفحة 187 يقول وقال إمام الحرمين من إمام الحرمين للجويني؟ اللي هو إمامك أبو عمر لأنه إمام عند ابن العطار وما كان عند ابن العطار إماما فهو إمامك يثبت لله العلم بالكليات دون الجزئيات هذا إمامك كما نقل ابن الجوزي عن أبو الوفا ابن عقيل من كتابه بخطه أنه لما دخل الجوين بغداد لقيه أبو الوفا ابن عقيل وسمع منه أن الله يعلم المعلومات من طريق الجملة لا من طريق التفصيل ثم قال وذكر وذكر لي الحاكي عنه وهو من الفضل من مذهبه أنه ذكر على ذلك شبهات سماها حججا برهانية فقال له ابن عقيل قلت له يا هذا تخالف نص الكتاب قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين المنتظم لابن الجوزي المجلد التاسع صفحة عشرين مما أدى بالمازري اللي هو عندك إمام أيضا لا تنسى أبو عمر الإمام المازري عندك الأشعري مما أدى به للطعن فيه والتشنيع عليه غاية التشنيع وصرح بأنه سهل على الجوين ركوب هذا المذهب إدمانه النظر في مذهب الفلاسفة وقال المازري وددت لو أني محيتها بدمي عفوا أبو أبو عمر بيك أنت تدافع عن الأشاعر وتلمعهم أبو عمر الملمع هل أدركت الآن لماذا لا نبالي بكلام بابن العطار عن علو الله وأنه فوق فوق عنده لا تعمي الجهة ولذلك يستدل الأشاعرة بهذه الآية بقول فرعون وإن فوقهم قاهرون فعندهم الفوقية فوقية القهر لا فوقية جهة العلو أنظر ماذا يقول ينقل عن هذا الجوين أنه قال ومن قال أن الله في السماء على معنى التحيز يعني الجهة فهو كافر بإجماع المسلمين أي إجماع هذا؟ بإجماع الأشاعرة أرأيت لماذا لا نبالي باستدلال ابن العطار بإذن المبارك وقد نفى قول ابن المبارك أن علو الله بحد لم يثبت هذه اللفظة لكنه نقل عن الجويني تكفير من يعتقد أن الله في السماء بمعنى الجهة اللي هي جهة فوق شفت التلمية عندك يا أبا عمار روح اذهب إلى زكريا بطرس وحاوره دع الأشاعر لنا فنحن أخبروا بهم منك هذا إن لم تكن أنت واحدا منهم لكن عندي أنموذة اليوم من تدليسات أبي عمر يقول أن ابن العطار يثبت الحد لله لكن ابن العطار ينفيه شاهدوا بالله انظروا الوثيقة التي وضعتها لابن العطار الآن يقول سبحانه ولا يحده حد لا يجوز القول على الله أنه له حد لكن أبا عمر يقول ابن العطار يثبت الحد لله انظر كيف نقل كلامي الآن ثم قال ها تبين من كلامك يا دمشقية أنا ابن العطار يثبت الحد ثم نقل كلام ابن المبارك أننا نعرف الله أنه فوق سماواتي على عرشه لكن ما ذكر الإضافة التي فيها وهي بحد قال نعم بحد هذه من أقلها أبو عمر الباحث وكتم قول ابن العطار ولا يحده حد والشيخ ابن عثمين وضح أن من يقول إن الله له حد أراد بها أنه سبحانه بائن من الخلق إذن فقول الإمام ابن العطار بأن الله سبحانه بائن من خلقه معناه أنه يثبت الحد بهذا المعنى يثبت الحد بهذا المعنى يثبت الحد بهذا المعنى وبذلك تنتهي افتراءات الدمشقية حول الإمام ابن العطار عاشرا الدمشقية اعترفة دون أن يدري أن الإمام ابن العطار أثبت الحد لله كيف حدث هذا؟ ويؤكده قول الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر صفحة 233 وأجمعوا على أن الله على عرشه فوق سماواته دون أرضه ثم صرخ بعدها قائلا وهذا حد وهذا حد ممتاز أحسنت والله أنت الآن دمرت شبهاتك حول الإمام ابن العطار لأن ابن العطار نقل لنا قول الإمام عبد الله بن المبارك وهو يقول نفس هذا الكلام شوفوا يا إخوة ماذا قال الإمام ابن العطار وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته قال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا فوق سبع سماواته على العرش استوى بائلا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا يعني في الأرض إذن ابن العطار تبعا لابن المبارك يعرف ربه فوق سبع سماواته دون الأرض بائنا من خلقه وهذا الكلام نقله الإمام ابن العطار من كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام السلفي أبي عثمان الصابوني إذن ابن العطار استدل بقول الإمام ابن المبارك على هذا الاعتقاد الصحيح إذن ابن العطار أثبت الحد بمعنى أن الله منفصل عن خلقه بائن منهم وهذا هو معنى الحد الذي أثبته العلماء وهذا ماذا يا دمشقية؟ وهذا حد قل كمان وسمع الناس وهذا حد أحسنت يا دمشقية شفت أنت إزاي متعاون معايا في نقض شبهاتك حول علماء المسلمين وبذلك يكون الدمشقية كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكافة شفوا كيف أورد هذه الآية لأني قلت فيما مضى أن ابن العطار ينفي علو الله بعد إثباته بقوله لا يحده حد وقوله أن من اعتقد أن الله في السماء على معنى التحيز يعني الجهة فهو كافر إجماعا فكان كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكافة فأتى أبو عمر وطبق الآية علي انتقاما بدون أي اتهام علمي لي بذلك انتقاما فقط ما الذي نقدت غزله؟ أي غزل نقدت بعد قوة أنكافة؟ هذا الذي فعله ابن العطار يا من تنتقم لنفسك وتتجنى على أهل السنة انظر كيف ثبت كذبك تقول يثبت الحد وهو ينفيه بصراحة إذن كتم قول ابن العطار في نفي الحد عن الله وكذب بأن قال أن ابن العطار يثبت الحد لله ثم قال وبهذا يكون دمشقية كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكافة الله أكبر عليك شوفي أخوان أنا أترك لكم الحكمة على تدليس هذا الرجل وكذبه أنت تلومني وتقول لماذا تتهمني بالكذب؟ هذا كذب الآن تقول ابن العطار يثبت الحد ابن العطار ينفي الحد تقول أنه نقل كلام ابن مبارك في إثبات الحد لم ينقل كلام ابن مبارك في إثبات الحد بل رواه دون الزيادة التي في الروايات الأخرى بحد؟ قال نعم بحد شفت كيف أبو عمر كيف شغلك؟ ما الذي جعلني أصفك بأبي عمر الساحر؟ لأنك تلبس على الناس والناس يتحمسون لك ويقولون ما شاء الله رد عليه لو أني أتفرغ لك والله لأثبتن لك كثيرا من تدليساتك وأكاذيبك وتناقضتك لكني والله أدرت صفحا عن ذلك لكن هذا زادك طغيانا لكن في هذا الفيديو سوف أثبت كما أثبتت الآن أنك مدلس وكذاب أقبضوا على الحرام أبو عمر ممكن أن تقول لنا لماذا ذكرت نقل بن العطار عن الصابوني رواية ليس فيها بحد والرواية الصحيحة تتضمن أي والله بحد ورواها البيهقي في الأسماء والصفات عن علي بن الحسن قال سألت عبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه قلت بحد قال أي والله بحد أسماء والصفات البيهقي السنة لإمام أحمد برواية ابنه عبد الله الراد على الجهمية للدارمي بينما قال ابن العطار سبحانه ليس له حد أو لا يحد بحد وقال الذهبي في مختصر العلو هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك لماذا لن تستدل بالرواية الصحيحة المثبتة للحد؟ ابن العطار ما أثبت الحد ابن العطار لأنه نفى الحد في موضع آخر من نفس الكتاب ذكر الرواية بدون الحد وأنت أثبت تناقضك فقلت أنه يثبت الحد وأتيت بالرواية بدون نفظ الحد ترجمة نانسي قنع